خلال اجتماعا ترأسه غبطة البطريارك روفائيل ساكو لكهنة بغداد قررت الكنيسة الكلدانية لاتزام الكهنة بمقررات السينودوس وتخصيص مركزين للاعترافات والإرشاد في كنيسة بغداد الجديدة ومزاري سلطانة الوردية في الكرادة كما تقرر وبناء على دعوة الوابا فرانسيس عقد لقاءات للعائلات وإعداد محاضرات وصلوات وأمسيات تراتيلة في الموضوعات التالية الحب دعوة وطريقا إلى القداسة المسئولية المشتركة للزوجين تربية الأطفال التحول من التقليد إلى الحداثة ودور الكنيسة وكاهن الرعية واعتبار البيت كنيسة مصغرة إضافة إلى التفكير بالرياضة الروحية